بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحباء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحقيقة هناك فيديو انتشر بشكل غزير جدا على الانترنت حول موضوع الإعجاز العدد وذكر فيه أن كلمة يوم لم تتكرر 365 مرة بعدد أيام السنة وذكر أيضا أن كلمة شهر لم تتكرر 12 مرة بعدد أشهر السنة كذلك هناك معلومات انتشرت على الواتساب أن الإعجاز العدد هو مؤامرة يروج لها البعض للتشكيك بالقرآن الكريم وذكرت إحصائيات تشكك بالإعجاز العدد وأحصائيات أخرى خاطئة المهم أيها الأحبة هذا الموضوع أحببت أن أوضح لكم بشكل علم دقيق نرى بأعيننا أنا لدي الآن برنامج اسمه إحصاء القرآن الكريم هذا البرنامج أيها الأحبة برنامج متخصص في إحصاء القرآن بدقة بنسبة 100% يعني لا يوجد هنا 99.999% لا الدقة هنا 100% فعندما نبحث عن كلمة يوم يجب أن نعرف ماذا نبحث يعني مثلاً كلمة يوم إذن هل تعد أو لا تعد كلمة يومكم هل تعد أو لا تعد كلمة يومين هل تحصى أو لا تحصى لأن القضية هنا أيها الأحبة أننا عندما نقول أن كلمة أو إن كلمة يوم منفردة تكررت 365 مرة بعدد أيام السنة يعني ينبغي أن نحصي كلمة اليوم ويوم ويوماً يعني كل الصياغ المنفردة من غير المتعلقات بها يعني يومكم يومئذ يومين أيام كذا كل هذه لا تحصى طيب تقول لي لماذا لم تحصيها أقول لك ببساطة لأنني لست أنا من من أنزل القرآن الذي أنزله والله عز وجل هو والله يعلم ما ينزل الله أعلم بما ينزل من كتاب فهذه الأرقام أيها الأحبة نحن وجدناها هكذا وجدنا أن الله تبارك وتعالى اختار في هذا الكتاب العظيم أن تكون كلمة يوم بالمفرد ذكرت 365 مرة بعدد أيام السنة دعوني الآن أكتب هنا كلمة يوم لأكتب كلمة يوم ثم أبحث كما نرى إحصاء الكلمات التي يوجد بها هنا كلمة يوم دعوني أولا أفصل واو العطف لكي نسهل عملية الإحصاء ثم أبحث عن كلمة يوم كما نرى أماما أيها الأحبة يوم باليوم مفرد يوما اليوم يوم يومين سنستسني هذه النتيجة القيوم طبعا كلمة أخرى ولكن البرنامج يخرج لك أي كلمة فيها ياء واميم هو لا يعلم ما معنى الكلمة يعني فالبحث أحبة في الله ينبغي أن تحصي الكلمات التي فيها هذه الحروف الثلاثة ياء واميم ثم تختار الكلمات المفردة وتنظر هل تساوي 365 أم لا تساوي ولا تقول لي لماذا أحصيد كذا أو كذا أو كذا هذا نظام قرآن أحبة في الله يعني الله تعالى أنزل القرآن بهذا الشكل فلسنا نحن من يشترط على الله عز وجل أن يضع أرقام محددة لتناسب عقولنا لا هو أعلم بما ينزل نتابع ليوم يومئذن طبعا نستثنيها يومكم كما قلنا نستثنيها لأن هذه فيها حروف متعلقة القيوم نستثنيها يومكم أيضا فيومئذن يومهم أو يومهم الآن انظروا أيها الأحبة كم بقي معنا هنا 365 كلمة وهذه هي الكلمات أمامكم من أحب يستطيع أن يستخدم هذا البرنامج ويتأكد آية آية يعدها بنفسي طب لماذا اختار الله أن تكون كلمة يوم بهذه الصيغة 365 هنا نقول الله أعلم لأن الله لو أنزل كلمة يوم ويومين وكذا سيأتي من يقول لماذا لم تعدوا فقط كلمة يوم لماذا حسبتم يومئذن لأن يومئذن غالبا تدل على يوم القيامة مثلا أو كلمة يومكم يعني لها من ناحية الاشتقاق اللغوي أيها الأحبة نحن نعلم هناك سوابق ولا واحد هذه قضية لغوية لا نريد أن نقود فيها المهم كلمة يوم منفردة حسب هذا الإحصاء تساوي 365 مرة أنت تريد أن تعتبر هذا إعجاز أو لا تعتبره موضوع آخر لكن لا تشكك بالأرقام الواردة في القرآن قل أنا لم أقتنع ولكن لا تشكك هذا إذن انتهينا منه الآن كلمة شهر سأكتب كلمة شهر هكذا وأبحث من نفس الطريقة إحصاء الكلمات التي يوجد بها الآن البرنامج أخرج لشهر الشهر الشهر بالشهر أشهر هذه كلمة جمع طبعا هناك إعجاز أيها الأحبة أيضا لو أحصينا الكلمات التي فيها جمع سنجد إعجازا آخر ولكن موضوعنا الآن أنا فقط لأرد على بعض الفيديوهات المنتشرة وبعض البوستات التي وصلتني بكثرة يعني ولا زالت تصلني بالشهر الشهر مفردا أشهر جمع نستثنيها شهرين مثنى نستثنيها الأشهر أيضا جمع نستثنيها شهرا شهر شهر انظروا هنا كم أربع ثماني اطنعش نتيجة إذن كلمة شهر تكررت اثنتا عشرة مرة وثمانية أنواع ثمانية أشكال لها إذن كلمة شهر منفردة تكررت اطنعش مرة بعدد أشهر السنة لا تقتنع بالنتيجة يعني هذا حقك لا تقتنع لا مشكلة الإعجاز العددي لا نفرضه نحن على الناس يعني كل إنسان قد يقتنع وقد لا يرى أي إعجاز يعني أحد المتخصصين في مجال في مجال معين ناقشته مرة بالإعجاز العددي قال لو أثبت لي أن كل القرآن يقوم على الرقم سبعة من أول كلمة لهذا لن يزيد إيماني شيئا قل له أنت حر يعني هذه قضية أيها الأحبة هناك من لا يحب أن يتأمل ويتدبر ويتعمق ويخشع قلبه ويستمتع يقول لك أنا مؤمن ولا أريد هذه الأشياء فهو حر ولكن لا يشكك لا تشككوا بالأرقام قبل أن تروا وتنظروا طبعا هناك أخطاء كثيرة في الإعجاز العددي هناك أخطاء كثيرة جدا جدا وبخاصة من يتنبأ بالغيب ويتنبأ بأمور تتعلق بحسابات يعني ما أنزل الله بها من السلطان هذه كلها يعني نحن لا نعترف بها ولكن لا تشكك برقم موجود في القرآن طيب الآن أنا لدي كلمة الدنيا والآخرة كثير قال هو بحث عن الدنيا لم يجد مية وخمسة عشر مرة بحث عن الآخرة لم يجد نفسه طيب لماذا انظر أيها الأحبة سنبحث عن كلمة الدنيا هنا الدنيا وعندما تبحث هكذا أنت هكذا بحث أنا عندي مية وخمسة عشر مرة في مية وإدعش أي طبعا لماذا هنا مية وخمسة عشر هنا هناك آيات فيها الدنيا مرتين يعني مثلا أنا هنا سأضغط على التكرار سيعطيني الأكثر أنا لدي هنا آية فيها الدنيا مرتين اعلموا أن ما الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ولدي هذه فيها مرتين وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سبحان الله نفس المعنى ونفس الصياغة أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل وهنا أيضا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة إذن أحبة في الله رأينا أن لدينا كلمة الدنيا 115 مرة نبحث عن الآخرة هنا المشكلة عندما نكتب الآخرة انظروا أيها الأحبة سأبحث عنها أعطاني 112 نتيجة انظروا 112 نتيجة أو 112 مرة سيقول لك انظر الدنيا صحيح تكررت 115 مرة ولكن الآخرة لم تتكرر 115 مرة لأن هناك آيات لم تذكر فيها كلمة الآخرة ذكرت للآخرة مثلا ولا الآخرة خير لك من الأولى لذلك أنا ماذا أفعل أنا أقوم فقط بحذف الألف وأكتب هكذا الكلمة وأبحث سيعطيني 115 لماذا؟ لأنه أخرج الآيات التي فيها ولا الآخرة مثل هذه الآية آخر آية ولا الآخرة أنت إذا كتبت الآخرة لن تخرج هذه النتجة ستظن أن هناك خطأ في حسابات هذا الباحث في الإعجاز العددي لأن نتجة صحيحة إذن هنا أيضا وإن لنا للآخرة والأولى إذن أيها الأحبة الدنيا 115 مرة الآخرة 115 مرة هناك من يعترض أيضا ويقول طيب الدنيا أحيانا لا تدل على الحياة الدنيا إذ أنتم بالعدوة الدنيا يعني الدنيا السفلة يعني أو معنى الأقرب أو كذا هذه أيضا مشكلة أخرى يعني يعني إذا أخذنا الكلمة بالمعنى تقول لماذا اخترت المعنى إذا أخذنا الكلمة بغض النظر عن معناها كرسم تقول لماذا أهملت المعنى فأنت لن تصل إلى نتيجة مدام دماغك يحب أن يشكك أنا لدي الدنيا بمعناها العام هي الحياة الدنيا حتى أن الحياة سميت الدنيا لأنها سفلة الله جعل الآخرة هي الأساس والدنيا سميت الدنيا لأنها دنيا فعلا من الدنو أو الأدنى يعني طيب أنا لدي كتاب الدنيا فيه 115 مرة والآخرة 115 مرة يعني شيء فعلا لطيفة قرآنية لا داعي للتشكيك هناك أيها الأحبة يعني إحصائيات كثيرة أنا لن أخوض فيها لكي لا أطيل عليكم ولكن يعني أدعوكم لتحميل هذا البرنامج على الكمبيوتر طبعا هذا البرنامج لا يعمل على الموبايل للأسف نحن نحاول أن نقوم بصنع تطبيق يمكن تحميله على الموبايل وموقع إلكتروني نعمل على ذلك يعني هناك صعوبات تقنية الله يوصل ذلك ولكن هذا البرنامج يعمل على اللابتوب والكمبيوتر مع نظام ويندوز حصرا يعني فيستطيع كل واحد أن يقوم بتحميله واستخدامه ويتأكد هو بنفسه من هذه النتائج لا داعي لي أن يشكك أو يستمع إلى فلان أو فلان أو فلان يتأكد بنفسه من هذه النتائج ثم يتأمل هل هذا يعني شيء إلهي أم أنه مصادفة كل إنسان طبعا لديه يعني أنا بالنسبة لي أعتبر أن كتاب الله ليس فيه مصادفة وأن كتاب الله منظم تنظيما شديدا جدا نحن أحبة في الله حاولنا مع كتب أخرى أن ندخلها في هذا البرنامج لم تنضبط إلا القرآن الكريم القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي يعني تشعر أنه كتاب مبرمج مرقم منظم كل حرف في مكانه كل كلمة في مكانه لذلك يعني هذا دليل على أنه كلام الله تبارك وتعالى بالنسبة لأسئلتكم من أحب أن يطرح علينا أسئلة لديه بعض الإحصائيات التي لم يعرف كيف يستخرجها يمكن أن يسألنا ونحن طبعا يعني إن شاء الله أنا معكم ونجيب عن هذه التساؤلات باستمرار نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته